لكن في نهاية عام 1918 وبداية عام 1919 شهدت مصر أحداث سياسية أثرت رياضيا على النادي الأهلي السبب قيام صورة 1919 في 9 مارس من نفس العام وصورة 1919 ما بدأتش بين يوم وليلة الحرب العالمية الأولى لما بدأت يوم 28 يوليو 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر وفرضت الأحكام العرفية واتأثرت مصر بالحرب رغما عنها على مختلف الأصعادة خاصة الصعيد الاقتصادي استمرت الحرب العالمية الأولى أكثر من أربع سنوات وتوقف القتال يوم 11 نوفمبر 1918 وبعد انتهاء الحرب تقرر عقد مؤتمر للسلام بناء على مبادئ وضعها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون وكم من ضمنها ما بدأ يخص مصر ضمان سيادة الأجزاء التركية وأعطاء الشعوب الأخرى غير التركية التي تخضع لها حق تقرير المصير قرر الوطنين المصريين التحرك في نوفمبر 1918 لشرح قضية مصر على مؤتمر السلام فمصر من الشعوب الغير تركية ومن حق شعبها تقرير مصيره كان في مجموعة بيقودها سعد باشا زغلول وطلبت المدارس العليا دعموا مصطفى النحاس وعلي ماهر في مطلبهم بالتشكيل وفد مصري ومجموعة تلتة من أعضاء الحزب الوطني وغيرهم من المجموعات والحركات الوطنية كل المجموعة دي كان تفكيرها منحصر في تشكيل وفد مصري يعرض قضية مصر في مؤتمر السلام ويوم ورا يوم اتجمعت القوة الوطنية واتحدت وراح وفد مصري لمقابلة المعتمد البريطاني عشان ياخدوا الموافقة على السفر لكن المعتمد البريطاني قاعد مطلهم وبدأ المروغة لأن انجلترا وفرنسا عايزين يوجه المؤتمر في اتجاه زيادة سيطرتهم على الشرق الأوسط والاستلاء على أملاك الدولة العثمانية وحاولت القوى الوطنية أخدم وفدة المعتمد البريطاني على سفر وفد مصري مكون من سعد زجلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعرون لكنه رفض وقال للقوى الوطنية ان دول ما يمثلوش الشعب المصري وبلغهم رد وزير الخارجية البريطاني بيلفور الوقت الذي يصبح فيه ممكنا منح مصر حكما ذاتيا لم يحن بعد وعشان تكون للوفد المصري صفة للوكالة عن الشعب في المطالبة بحقوقه بدأت حمل التوقعات على عرائد بتوكيل سعد زجلول وزملائه واشتعلت المشاعر الوطنية وأصبح الشعب في موجهة سلطات الاحتلال اللي نشطت في قمع حركة توقيع التوكيلات ويوم 8 مارس 1919 قامت القوات البريطانية باعتقال سعد زجلول ومحمد محمود وحمد الباسل واسماعيل صدقي وتم نفيهم لجزيرة ملطة وبمجرد نفي الأربعة قامت الثورة تاني يوم 9 مارس 1919 بدأت في القاهرة واسكندرية وانتقلت بعد كده لكل مدن وقرى مصر شارك فيها العمال والطلبة والفلاحين والأول مرة يظهر الدور الوطني الكبير للمرأة المصرية المجتمع كله شارك وفي النهاية رضخ الإنجليز وسمحوا للوفد بالسفر لكن كان مؤتمر الصلح انتهى واستمرت الحماية البريطانية على مصر وقرر الوفد السفر للندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية على استقلال مصر ودي قصة تانية تأثير ثورة 1919 على الأهلي كان كبير بدأت إرهاصتها من نوفمبر 1918 واستمرت تداعيتها لنهاية 1919 يعني تقريبا عام كامل خلال الفترة دي الطلبة والموظفين اللي هم عماد أعضاء النادي الأهلي كانوا مشغولين بحالة مصر وتكوين وفد لعرض قضية مصر على مؤتمر السلام محدش كان فاضي لممارسة الرياضة وأجلب المظاهرات خرجت من النادي الأهلي بيقودها أعضاؤه من طلبة المدارس العليا والموظفين وتوقف النشاط في النادي الأهلي اشتركوا في القناة